سفراء فرنسيون ينتقدون انحياز فرنسا لإسرائيل في مذكرة رسمية لقصر الإلزيه ينهر بيد ينهر بيد مجموعة من السفراء عشر سفراء فرنسيين موجودين في الشرق الأوسط يكتبوا مذكرة احتجاج ويرفعوها لقصر الإلزيه ويعربوا فيها عن أسفهم حيال سياسة باريس المؤيدة لإسرائيل في حربها ضد غزة معقول معقول ده حصل عشر سفراء فرنسيين موجودين في الشرق الأوسط بيعملوا مذكرة اعتراض على سياسة فرنسا باريس تجاه إسرائيل بتأييد أعمى ضد فلسطين باعتراض غبي صحيفة في جارول فرنسية قالت ان عشر سفراء فرنسيين في بعض الدول العربية وقعوا على مذكرة تنتقد موقع بلادهم المنحاز إلى إسرائيل في الحرب على غزة خاصة بعد دخول الحرب بيومها الستة وتلاتين اه يا جماعة ده جديد الكلام ده جديد جدا وقالوا كمان في دبلوماسي فرنسي اطلع على المذكرة قال ليست مزحة انها حقيقة دي مش هزار ده بجد هناك مذكرة وأكد هؤلاء السفراء زي ما بيقول ان موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي ويخالف موقفنا المتوازن تقليديا بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتابع المسؤول الفرنسي أن المذكرة تشير إلى فقدان فرنسا لمصداقيتها ونفوذها وترسم صورة سيئة لباريس في العالم العربي ثم تلمح بشكل دبلوماسي نسبيا إلى أن السبب في كل هذا هو المواقف التي اتخذها الرئيس ماكرون تحتاج المذكرة بقى التي وقاها دبلوماسيون فرنسيون على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس وأهل الدبلوماسيين كمان عن ما خوفهم من تداعيات الانحياز الفرنسي لإسرائيل على مصالح بلادهم في الشرق الأوسط طبعا ده يعني زي الراجل ما قال دي مش هزار ده جد مش مزحة أنا شفت المذكرة مذكرة الصحف الفرنسية نشرتها وقالوا يعني لم نعود قادرين على الوصول إلى دوائر صنع القرار بالبلدان التي نعمل بها يعني من الآخر بيقولوا أن إحنا مناش وش نقابل المسؤولين في البلاد اللي احنا فيها في شكل أوسط إحنا مكسفين إحنا مكسفين من يعني خجلانين من موقف بلدنا المؤيد لإسرائيل واللي بيقف ضد الفلسطينيين ده مين دي فرنسا أول ملمحة قدامنا يبقى صفراء عشر صفراء لفرنسا إحنا مش موافقين بيقولوا لفرنسا يفتحتون إحنا المفروض يكون موقفنا متوازن عندنا نيويورك تايمز قالت فيه ربعمائة مسؤول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة ربعمائة مسؤول مش ناشط مش نائب ربعمائة مسؤول يبقى دول صفراء فيه فرنسيين مسؤولين عشرة وعند في أمريكا فيه ربعمائة مسؤول زي ما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه في أحد السلسلة احتجاجات من المسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن وقع ربعمائة مسؤول يمثلون نحو أربعين وكالة حكومية أمريكية على مذكرة احتجاج ضد سياسة واشنطن المنحازة إلى إسرائيل في الحرب العالية وقالت نيويورك تايمز أن الرسالة تعكس تزايد حجم المعارضة الداخلية في إدارة الرئيس الأمريكي بشأن دعم إدارة بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر المسؤولون الأمريكيون في رسالتهم دعوا الرئيس الأمريكي إلى السعي لوقف فور الإطلاق النار في قطاع غزة دفع إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وقالوا كمان ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف فور الإطلاق النار والدعوة إلى وقف التصعيد الصراعي الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لصراح الأسر الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعصفي إعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة ده في أمريكا يا جماعة يبقى بس عشان تفتكر بس ما فكرك عند عشر صفراء فرنسيين معترضين على سياسة ماكرون وبعته رسالة رسمية دول موظفين دول مش ناشطين ولا ناس كتاب يتكلموا برحقتهم ولا حقوقين ده عشر صفراء في الشرق الأوسط معترضين الدولة الفرنسية بتعترض على سياسة الدولة الفرنسية وفي أمريكا 400 مسؤول أمريكي بعتين مذكرة موقعة زي ما بتقول نيويورك تايم لبايدن بيقوله انت غلطان وهتودين في داهية دول جزء من الإدارة الأمريكية يعني الحكومة الأمريكية بتعترض على الحكومة الأمريكية يا جماعة دوافق جديد ده تغيير نوعي وجزري وغير مسبوق وغريب ومدهش ويجب استغلال أنا بأجيب لكم لما حد بس من تغيير تاريخي في مواقف بتصب في النهاية في المصلحة القدرة الفلسطينية لكن أحذر من تفويت الفرصة أو ضياع الفرصة أو تبديد الفرصة أو أن تمر الفرصة من بين أيدينا كما تتسلل المياه من بين أصابعنا بقول لابد من استغلال هذه الفرصة كيف لا أدري؟ مش متخصص ترجمة نانسي قنقر